هذا الشيء يعني طبعا هو الأقرب لها تخدمها لأنه يعني لو لاحظت خط الانتداد يعني إلى أنا حتى أكتمل فكرتي وحتى تقتنع أنه من ديالة خلو نقول يعني وهي طبعا عدها مكان يعني يعني يصل إلى ألف وشوي كيلومتر الحدود معها استثني كردستان باستثناء عمليات قشغ وتهريب بسيطة هنا وهناك ربما تحصل ولكن يعني المنافذ الحدودية الأخرى شبه مفتوحة بيد الفصائل تدخل عبر هذه الحملة التجارية الكبرى التي تغرقنا بها يعني من بضائعها المسرطنة إلى بضائعها الاستوكات إلى كثير من المواد التي يعني يمررها على العراق يعني برخص تراب لأنه طبعا يتعاني من حصار فتريد عملة إيران تدخل هذه الأسلحة وهذه الصواريخ حتى الباليستية وبالتقارير طبعا وتأكيدات مفككة أخ أحمد يعني لأنه هي تعرف أن الرصد الجوي يطالها لعلمك وهذا معروف للجميع أنه في ديالة لا يوجد طياران للتحالف الدولي هذه معروفة ولهذا أنت تجد تنشط خلايا داعش هناك لهذا أنت تجد ليس هناك ضربات جوية على محاور ديالة ككل في كل الاتجاهات لأنه اقتراب الطيران التحالف الدولي يربك على ما يبدو الفصائل هناك الموالية لإيران ولا يسمح لها كثيرا أو لا يوافق على ذلك ويضغط سياسيا وعسكريا وأمنيا باتجاه دفع طائرات التحالف للتواجد هناك لذلك نعتبر أن هذه المنطقة منطقة غنية ميتة أمنيا من ناحية المراقبة الجوية أخي أحمد يعني بالنسبة للرصد الجوي يبدأ قد يكون يعني ما بعد المسافات التي تنتهي بها محافظة ديالة دخولا إلى بغداد دخولا إلى المناطق الأخرى صلاح الدين ربما وصولا إلى جرف الصخر وهنا تأتي يعني القصة لكي يعني تقترب من الاكتمال مفككة تأتي عبر هذه الشاحنات التي يفترض أن تكون فيها مواد غذائية ومواد إنشائية وما شابه وصولا إلى جرف الصخر جرف الصخر هناك منشآت يبدو عسكرية للتجميع تجميع هذه الصواريخ الباليستية ويعني اكتمالها بعد الاكتمال أيضا تحرك بطرق تموهية بطرق أو بأخرى إلى وصولا إلى الحدود مع سوريا لكي تعبر بجنح الظلام بجنح النهار وهناك من يتحدث في القائم عن نقطة الفتحة ستة كيلومتر فوق أو شمال القائم هناك من الأهالي من يتحدث أن هناك منفذ غير رسمي اسمه الفتحة كل أهالي القائم يعرفونه المتنفذ به هناك حزب الله وربما من يعينهم من ميليشيات فرادة هنا وهناك ترجمة نانسي قنقر